السلام عليكم ورحمة الله اليوم حابين نتحدث عن علاج الأسنان اللبنية والدائمة طبعا الأسنان اللبنية بيحدث فيها النخر كما الأسنان الدائمة ولازم أكيد نعالجها وكيف نعالج الأسنان اللبنية؟ علاج الأسنان اللبنية تقريباً كالأسنان الدائمة يعني إذا كان في نخر بسيط فلحنا منعالج السن بإزالة هالنخر ووضع حشوة سواء حشوة تجميلية أو الحشوة المعدنية اللي حالياً لحنا ما كتير مننصح باستخدامها بسبب خوفنا من أنه الطفل يبلعها أما إذا كان النخر ممكن يكون متداخل بالعصب السني فممكن نقوم بعمليتين ولهما يلي هي استقصال فقط العصب التاجي يعني العصب عادةً أو بيكون عبارة عن جزئين جزء منه بالتاج وجزء بالجذر فنحنا منقوم بعملية استقصال العصب التاجي وطحنيت بقية العصاب الجذرية ثم بعد ذلك نضع حشوة العصب أو الجذر ثم وضع الحشوة الطبيعية منها المعدنية أو التجميلية أما إذا كان النخر وصل لمراحل متقدمة ودخل داخل العصب الجذري فبهذه الحالة لحنا مضطرين نقوم باستقصال العصب بشكل كامل وخصوصاً بحالات اللي بيكون صار في عنا فيها آفة أو خراج فبالتالي نستقصر العصب الجذري بشكل كامل مع طبعاً وضع حشوة دائمة اللي هي عادةً بتختلف عن حشوة الأدراس الدائمة والسبب أن الأدراس اللبنية بدها تتبدل بحيث نضع هاي المادة تتجاوب بشكل طبيعي مع عمر السن المؤقت يعني عندها سقوط السن اللبني تسقط أو يمتص الجسم طبعاً يفضل دائماً بعد علاج العصب سواء منه التاجي أو الكلي وضع تيجان منسميها تيجان ستاليستيل ليش لحنا منحط تيجان ستاليستيل؟ لأنه بشكل طبيعي بعد ما نسحب العصب السن بصير فيه شوية ضعف فبالتالي بتصير قابليته إنه يتكسر شكل أكبر وأصلاً وقت منسحب العصب بيكون جزء كبير من السن راح مع النخر فبالتالي لحنا منحط أو منثبت تاج لستاليستيل بحيث نقدر نسترجع سواء الوظيفة الأطباقية وبالإضافة إلى وظيفة المضغ لدى الطفل كتير من الأهل بيسألونا إنه ليش لازم نعالج السن اللبني؟ خلينا نقلع ونمشي يعني للأسف يعني في بعض الجهل بهذا الموضوع الأسنان اللبنية لازم نحافظ عليها مثل ما منحافظ على الأسنان الدائمة ليش؟ لأنه إذا الأسنان اللبنية قلعت بشكل مبكر أو راحة هذا الشيء بيأدي إلى خلل بالوظيفة الطعام المضغ وإلى خلل بالوظيفة الأطباقية بالإضافة إلى خلل بشكل الأسنان وميلانها فبالتالي إذا حدث أي نخر عند الأطفال يجب علاجه على الفور يجب؟ إذا حدث نخر عند الأطفال يجب علاجه عند طبيب الأسنان بشكل عاجل قبل الوصول إلى مراحل متأخرة من العلاج وشكرا لكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر